الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لازلنا وإياكم يا أهل الحب في هذه السلسلة في سلسلة الصانعات المجد ووصلنا وإياكم إلى امرأة خلد الله لنا ذكرها في كتابه العزيز وذكر لنا قصتها مع نبي من أنبياء الله عز وجل إنه يوسف عليه السلام وهذه المرأة هي زليخة أو زليخة زوجة العزيز عزيز مصر طبعا تبدأ القصة طبعا بتلك المراودة المشهورة التي ذكرت في سورة يوسف وعسم الله سبحانه وتعالى نبيه يوسف ثم بعد ذلك لما حاولت قدر الإمكان أن تظهر بيوسف إلا أنه عليه السلام طبعا اختار السجن وأن يبتعد عن تلك المشاهد التي يوسف عليه السلام معصوم منها من الله عز وجل إذ هو نبي وأنبياء الله سبحانه وتعالى معصوم المهم زليخة هنا أنا سأتجاوز هذا كله هي أخطأت لا شك حتى لما جمعت النساء المهم أريد أن أنتقل إلى نهاية القصة وهو هدفي حقيقة هنا المجد الذي صنعته مرأة العزيز زليخة سيكون في نهاية القصة لما قالت الآن حصل حقه أنا راوته عن نفسي ثم أنظروا العبارات التوبة كيف خرجت منها حينما قالت وَمَا أُبرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمْبَارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ هنا طبعا التوبة تجب ما قبلها إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدلوا اللهم سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله ما تابه التوبة تجب ما قبلها بل ويقلب الله سيئات إلى حسنات لما حصحس الحق طبعا وأول يوسف الرؤية وأراد الملك أن يكرم يوسف عليه السلام يوسف هنا طبعا رفض أن يخرج إلا أن يسأل فاسأله ما باله النسوة التي قطعن أيديهن يريد أن يبين براءته أمام الملع عليه السلام فهنا جاءت المرأة العزيز لتقف بجرأة وتقف لتنطق بكلمة الحق وتقول الآن حصحس الحق وأنا راوته عن نفسي انظروا وهذا طبعا من شروط التوبة أيها الأحبة مسألة الأقرار بالذنب والتوبة والأقلاع منه والعزم على عدم العودة إليه فهنا تابت وأنابت إلى الله سبحانه وتعالى ثم بعبارة جميلة أخبرت بأن هذه هي النفس الأمارة بالسوء وما أبرئ ونفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي والله سبحانه وتعالى لعله رحمها وغفر لها بتلك الكلمات بتوبتها الخاشعة لله سبحانه وتعالى ورد عند بعض المفسرين بأن يوسف عليه السلام تزوجها بعد وفاة العزيز عزيز مصر فهي بحق هي مرأة ماجدة مرأة خالدة خلد الله لنا ذكرها وسطر لنا سيرتها وبين لنا توبتها في كتابه العزيز أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يوفقنا وإياكم لطاعته دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته